أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة هذا الفيديو بتاريخ اليوم الموافق للعشرين من شهر تشرين الأول الفين وثلاثة وعشرين النباتات المزروعة بنظام الزراع المائية بواسطة الأنابيب فوق ساتح المنزل الحمد لله لدينا الآن الإزهار بشكل واسع وكبير طبعا النبات عندما يصل إلى مرحلة الإزهار وعقد الثمار يحتاج إلى رعاية خاصة بسبب كون المنافسة تكون شديدة بين الثمار ولغرض ضمان عقد الثمار وحصول على حجم مناسب وجيد من الثمار ونجاح معظم الثمار تجب عملية رش النباتات بالأسمدة والمنشطات لغرض تحفيز التلقيح والإخصاب وكذلك نجاح عقد الثمار والحصول بالتالي على ثمار ذات حجم جيد وكبير ونوعي جيدة من ضمن المواد التي نقوم باستخدامها هو رش النباتات بالعناصر السمادية الصغرى نفس اللي نستخدمها بالمحلول المغذي طبعا إلا أن بالمحلول المغذي سوف نقوم بجمعها ككل إلا أن في عملية الرش سوف نقوم بعزلها أو فصلها عن بعض مثلا نقوم في يوم برش الان بي كي فقط ثم نقوم في يوم آخر بعد عدة أيام برش الكالسيوم مثلا والبورون بالنسبة للكالسيوم والبورون مفيد جدا في عملية عقد الثمار وعدم سقوط الأزهار وهذا بالنسبة لهذا العدد الكبير من الأزهار تحتاج إلى دعم وإضافة لغرض الضمان ضمان حصول عملية التلقيح والإخصاء موجود في الأسواق عدة أنواع من الأسمى السائلة أو الأحماض الأمينية أو التحالب أو الكثير إلا أنه هي معظمها ترتكز على العناصر الصغرى والعناصر الضرورية المهمة لنمو النبات وتكوين الثمار يختار الشخص ما يرغب به أو ما متوفر لديه وكله سوف إن شاء الله يأتي بنتيجة جيدة طبعا بالنسبة لعملية الرش الأفضل أن تكون في الصباح الباكر وليس عصر حتى نستفاد من عملية فتح الثغورة التي تبدأ في بداية الصباح حتى يدخل إلها المركب السمادي اللي رايدين أن لهموا الرش اللي رايدين أن تكون في الصباح وكذلك التنظم الكرزية الحمراء الحمد لله يعني البدء بتكون أعداد من الثمار إذن في عملية رش النباتات بالعناصر السمادية التي تعتبر تكميلية لغرض ضمان عقد جميع هذه الأزهار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته